اشتركوا في القناة الاحترام له صور عديدة أوصت عليها شريعة الله سبحانه وتعالى تحدثنا وإياكم عن احترام الله سبحانه وتعالى واحترام الذات واحترام الوالدين واحترام النساء احترام المرأة التي قدرتها شريعة الله سبحانه وتعالى وبما أن المرأة هي الزوجة وهي البنت وهي الأخت لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما أوصى بأن نحسن إلى بناتنا وعلى أخواتنا راح يكونون ستراً لنا يوم القيامة من النار لذلك واجب علينا احترام المرأة بشكل عام هي الزوجة هي الأم هي الأخت هي البنت لذلك شريعة الله عز وجل ملأة بالاحترام بجميع الصور واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنركز الحديث في احترام المجتمع احترام المجتمع له طبعاً صور عديدة وأشكال كثيرة إليك حديث سهل ابن سعد الساعدي وهو احترام الصغير سهل ابن سعد رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب كان قاعد النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وأتي له بشراب لبن أم ماء وكان هذا الغلام عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام غلام صغير وعن يسار النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء والناس الكبار بالسن فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام احترم هذا الغلام لم يقول هذا طفل لم يقول هذا صغير ولم يهمش دور هذا الطفل الذي هو رجل في المستقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام أتأذن لي بالشيوخ عن الناس اللي أكبر منك قال لا لا أأذن بسور النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فتل يدها النبي عليه الصلاة والسلام وناوله هذا القدح من الشرب فشرب ومن بعده الأشياخ نحن لو سلطنا الضوء على هذا الحديث أخي المشاهد الكريم لوجدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على جميع فئات المجتمع كان طفلاً كانت مرأة كان صغير كان شيخ كبير كان أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه في المسجد كان يحدثهم وكان يعلمهم الحلال والحرام أتى أعرابي فبال أجلكم الله في المسجد فقام الصحابة فزعانين وغضبانين أرادوا أن يقتلوه لأن أجلكم الله باله في المسجد شيء كبير فهداهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تزربوا عليه بوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا خلوه لين ينتهي شوفوا هذا الفعل من الاحترام الراقي من النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجسد لنا صور راقية من صور الاحترام قال اتركوه لا تزربوا عليه بوله خلوه لين ينتهي لما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا عليه سجلا من الماء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني صبوا الماء فوق هذه النجاسة وانتهى الموضوع اذا في هذا الحديث عدة فوائد كثيرة منها احترام الناس واحترام المجتمع واحترام جميع فئات المجتمع كذلك فيه انت بما انك ولي امر او اب او معلم في مدرستك او مدير في جهتك وجب عليك ان تتعامل مع جميع الناس بالحكمة لانك انت رقم واحد في هذا المكان فوجب عليك ان تتصرف بالحكمة لا تتصرف بالغضب لان وقت تصرفك بالغضب يعني ستفعل اشياء تندم عليها بعد الغضب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اول شيء امتص غضبهم الشيء الثاني قال لا تزربوا عليه بوله خلوه لين ينتهي بعدين عطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الحل قال ضعوا عليه سجلا من الماء او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يعني دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فابتسم الاعرابي فقال يعني مقولته المشهورة حينما دعا لنفسه ان يدخل الجنة هو حينما قال اللهم ادخلني الجنة انا ومحمد فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فكان فرحان بان يعني لم يتعرض اليه احد فالنبي عليه الصلاة والسلام رب أتباعه الذين قد تخرجوا من المدرسة الربانية احترام جميع فئات المجتمع سواء الذين أتوا من مكان بعيد أو المرأة أو الزوج أو الطفل هذه قيمة شرعية نتعبد الله سبحانه وتعالى بها لذلك هو هدي نبوي في احترام الأطفال واحترام الشيوخ واحترام النساء هي عبادة نتعبد الله سبحانه وتعالى بها كذلك من صور احترام المجتمع احترام الكبير النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح فيما معنى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا طبعا توقير الكبار واحترام كبار السن من شريعة الله سبحانه وتعالى كثير من الناس ومن المجتمعات التي بعيدة كل البعد عن مجتمعنا المحافظ لا يحترموا كبار السن لكن نحن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكذلك البلدان الإسلامية تربوا على أو تربينا على احترام الكبير وأن نعطي الكبير قدرة من المحبة ومن الاحترام فهذه شريعة الله عز وجل أوصت باحترام الكبير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أو يعني في معنى الحديث البركة مع أكابركم يعني كبير السن وجب علينا قطعا أن نجله وأن نحترمه سواء كان أب وهذا له احترام كبير وله بر الوالدين أو كان عم أو كان جار أو كان حتى لو كان عابرا للسبيل كان كبيرا للسن فوجب علينا احترامه طبعا من احترام الكبير الحياء منه لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما كنت أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث وما استطعت أن أتحدث بالحديث الذي حافظه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هناك رجالا أسنوا مني يعني أكبر مني إذن حينما نستحي من هؤلاء الكبار ونوقرهم ونجلهم ونعطيهم قدرهم لا شك من المعلوم أننا احترمناهم وفعلنا هذه القيمة التربوية الشرعية طبعا من صور احترام المجتمع احترام المجلس واجب علينا أن المجالس أمانات لما الواحد يكون في مجلس في مكان في تجمع أن يحترم هذا المجلس لذلك في حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يزلس فيه يعني في بعض الصور كثير يعني أو قليل من الناس من يأتي إلى مجلس أو ديوانية أو مكان ويدوم شخص ويقعد مكانه هذه نهت عنها شريعة الله عز وجل لأنها تتنافى مع عنصر الاحترام وعنصر القيمة التربوية الشرعية كذلك من احترام المجتمع عدم الغيبة الغيبة طبعا من كبائر الذنوب والعصيان وصلنا إياكم نهاية هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته